بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد حمادة Assistant Professor of Food Hygiene Departement of Food Hygiene and Control Faculty of Veterinary Medicine University of Southern City Egypt أهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الميتة هجين المحاضرة رقم 17 وهي بعنوان Differential Diagnosis of Bovine Tuberculosis لو احنا فيه عندنا حيوان سيصبكت ان هو مصاب بالبوفين توبيركولوز فبعد السلوتر after animal slaughter بنعمل selection للمفنودز Selected lymph nodes are cut open with knife and examined by veterinary oil بس كده لا بنضيف معها كمان Lungs internal lining of chest cavity والabdominal organs also inspected طيب لو انت شفت حاجة بعنيك وشفت lesions تشبه Tupercule lesion بعنيك ده معناه ان احنا في حالة ايه severe stage في حالة سيفير ايه severe stage يبقى الحاجة لما تتشاف بالعين معناه ان احنا في severe stage طيب بعد كده هذه الليجونز اللي انا شفتها بيسموها لإما damaged areas أو بيسموها lesions أو بيسموها tubercles كل دول كان بي found في الليمفنودز الموجودة في منطقة الهيد موجودة في منطقة النيك أو الموجودة في اللنغز بالاضافة إلى الايه إلى الليمفنودز فيه الريست ايه الريست أو بيسموها والانترنا الورغنز وكلام طيب لو احنا شفنا هذه الأشياء if any bovine tuberculosis damage is detected ده معناه ان في عندي ايه progressive specific granulomatous lesions of tubercles في الأفكت ده في الأفكتوتش وده معناه ان الحيوان اللي عندي ده الانيمان is said to have a suspect bovine tuberculosis ليش يعني ايه suspect suspect يعني may or may not have bovine tuberculosis لكن انا في عندي هنا مشكلة مهمة جدا اللي هي ان في بعض other diseases some other diseases can cause tissue damage that can sometimes look like bovine tuberculosis يعني في بعض الأمراء بتدي بعض اللي هي تشبه تشبه البوفين tuberculosis وبالتالي هنا يجي دور المحاضر بتاعتنا بتاع النهاردة وهو دور الـ differential diagnosis طيب ايه هو الـ differential diagnosis هو عبارة عن differentiation between symptoms of two diseases or more ليه to take a decision to decide which of them is one that affect the meat طيب طبعا هذه الأمراض أو هذه diseases قد تكون bacterial أو قد تكون parasitic ففي some lesions of different bacterial and parasitic parasitic origin بتدي ريزيمبل tuberculosis نديول بتدي اللي هي تشبه نفس اللي هي بتاع التبي وهنا حتما ولابد كان لابد من الـ differentiation between هذه conditions and the bovine tuberculosis وده بيعتبر essential from meat inspection point of view أمراض زي ايه كتير جدا عندنا Lyons disease مثلا كبكتيريا diseases في عندنا Lyons disease في عندنا الاكتينو مايكوزز اكتينو باسيلوزز باسيلارينيكلوزز في الليفر الميتاستاتيك سابيوراتي فوكاي حالات البييميا عندنا حالات البريكاردايتس البلوريزي الليمفنود أبسيسيز سواء كانت في الليمفنودز أو في اللنج يعني اللنجة عند الليمفنود أبسيسي كوريني كونتيجيز بلوري نمونيا الكوريني بكتيريا انفيكشن في البيج كيزيس لينفدنايتس البروسيلا سيوز انفيكشن في البيج حالات بعض حالات الميكوتيك ليجونز بعض برضو حالات البرازيتيك ليجونز زي الديجينيريت سيست واللينجيتولا سرات الليمفوماتوزز عموما حالات التيومرز زي الأدرينجلاندي تيومرز كل دي أمراض ممكن تدي تيوبركس تشبه الليجون بتاع هناخد بعض الأمراض كمثال وطبعا المحاضرة دي هنتعتبر تعريف بالديفرينشيال دياجنوزز وبناخد مثال عليها البوفاينت يوبركولوزز وبعد كده مش هنكرر بقى ان احنا ندي محاضرة وغرا كل مرض عن المحاضرات بقى تبقى بقى بند من ضمن بنود المحاضرات ان احنا بنقدر نعمل الديفرينشيال دياجنوزز بين المرض اللي بتكلم عليه وبين اخر رزيمبل لايك ليجون ديزيز فعندنا مثلا اليونز ديزيز ده بيعتبر طبعا اقرب الامراض للبوفاينت يوبركولوز لان اللي بيسببه اصلا بيسموه طبعا البارات يوبركولوز يعني هو اصلا ايه قريب جدا من تيوبركولوز بتسببه مثلا ميكو بكتيريام ايفيام سابس بيشيز باراتيوبركولوز وهي بتعتبر اسد فاسط بص الله يعني زي نفس الميكو بكتيريام بوفيز اللي بتسبب البوفاينت يوبركولوز وده طبعا اكتر ما يميزه ان هو طبعا البرزيستانت برفيوز ديارية بيتميز طبعا ان هو لما بيتدبح رحانه تبص على لجونز تلاقي مثلا مارش ثيكنينج وكوريجيشن في الانتستين الميكوز ميكوز ميمبرين زي ما نشاهف كده في منطقة الاليام اضافة الى ذلك بيبقى ايضا موجود هذا الدزيز طبعا ريليتد للإيه للانتستين فبنقول عليه لوكال انتريك ديزيز والبصلة بيتبقى كونفايند لإيه كونفايند للأفكت انتستين وبتبقى كونفايند دي بتبقى enlarged وإيه زي ما نشاهف كده enlarged ايه and edematous lymph ايه lymph nodes enlarged and edematous lymph ايه lymph nodes بتلاقي طبعا في حالة اليونزي بيتلاقي البرولاند والكيزيس فكاي اللي هي بتبقى موجودة في الميزينتريك لينفنود مش موجودة يعني نقدر نقول البرولاند والكيزيس فكاي are never be found في الميزينتريك وبالتالي دي نقطة خلاف مهمة جدا عن التي بي نفسه لان التي بي بقى فيه هذه البرولاند وهذه الكيزيس فكاي في الميزينتريك ايه في الميزينتريك لينفنود ايضا بيحدث تشابه كبير جدا بين اللي هي اصلا بتصيب البون منلي او نقدر نقول وبتسببها طبعا الاكتينو ميسيس بوفيس وكمان اللمبيجو بيسموه اللمبيجو يعني يعني انا عندي اكثر من اكثر الامراض ايضا تشابه مع ال ti بي الاكتينو ميكوسيس والاكتينو بسلوس الاكتينو ميكوسيس اللي بيسموه لامبيجو ueprint او وبتسبب الاكتينو الميزيس بوفيس والاكتينو اللي بيسموها وودين طنج وبتصيب بتصيب soft tissues وبتسببها المراضين دول مع بعض كده بنقدر نقول عنهم chronic diseases ودي most common فين في الكاتل واوكيجيني في البيج ولكنها much less frequent في الاثر دوميستيك ايه انامي فالاكتينو بس اللوزيز زي ما نشايف الجنب ده كله بتسببه الاكتينو مايكوزيز او بتسببه الاكتينو مايسيز بوفيز وهو بيصيب مين لي البون وخصوصا الايه الجو وخصوصا الايه الجو ده صورة اللوه جوهو عندي هنا مثلا موجودة في الاكتينو موجودة في الكاف مثلا في صورة بايلاتا ريليجيون في المكزيلا عندي هنا مثلا هارد وموبايل سويلنج في الايه في الكاوز سواء كانت بي او سي هنا عندي طبعا سيفير كيس موجودة في الحالة دي دي عندي هنا طبعا في النكروباسي الاكتينو مايكوز تلاقي فيه rarefaction في البون والبون نفسه مع الrarefaction موجودة فيه بيبقى موجود فيه sinuses بتحتوي على way like bus هذا الway like bus بيبقى thin and way like bus مع small great granules موجودة فيه داخل الايه هذه السينسز ممكن الاقي hydrosorax ممكن الاقي ديمة الاقي ليبوماتوزيس اما بالنسبة للجانب التاني اللي هو بيسموه الاكتينو باسلوزيس اللي بتسببها الاكتينو اللي بتسبب دبعا او بتصيب الصوف تيشوز بتلاقي فيه مثلا large nulls موجودة فيه التانج تلاقي التانج بيبقى very firm وانما تجي تعمل عليه بالباشنك تلاقي very firm ولذلك بيسموه الودين ايه الودين تانج بتلاقي فيه affected submandibular lymph node والsoft ايه والصوفت تيشوز بيبقى فيه affected هنا ايه affected submandibular lymph node مع الايه الصوف تيشوز المرضين دول طبعا بيتميزوا بوجود tumor like swelling tumor like ايه؟ tumor like swelling يعني في المرضين الاثنين تلاقي فيه لما تفتح فيها تعمل لبص بيحتوي هذا البص على دي أشياء أو حاجات بتميز إلى حد كبير لإيه لذي بتحدث سواء كان فيه أو فيه هزي بتبقى فين؟ في الجوبونز والطنج يعني أنت أول ما تشوف هذه السولنج موجودة في منطقة الجوبون أو الطنج تعرف أنه ما أحد المراضين دول ولكن بطمي فاوند في أماكن أخرى زي مثلا اللانج، الليفر، لسبلين وهنا وجودها في الأماكن دي هو اللي بيدخل موضوع الكونفيوجا مع البوفاين تيوبركولوز هذه الجرانيلومز اللي بتتكون في المراضين دول للأكتينوباسيلوزس أو الأكتينو ميكوزيس بتبقى موجودة أيضا فيي الفارنجيال ساب مجزيلي للمفنود وأكتر للمفنودز بتبقى قريبة أوي من ة التيبي يعني هي الفارنجيال ساب مجزيلي للمفنودز وبوفاين often have closed macroscopic similarity to that تيبي ليجيوس يعني أقرب للمفنودز بتبقى قريبة أو للتيبي هي الأيه؟ هي الليمفنودز الموجودة في منطقة الأيه؟ الفارانيكس أو منطقة الساب مجزيلاري لمف نود فتلاقي مسأح سبيل المثال لما تجد شوف هنا مثلا تلاقي فيه عندي هنا دي البريس كابولر البريس كابولر لمف نود في البريس كابولر لمف نود بتلاقي بتلاقي دايما فيه يعني في السنتر بتاعها بتبقى يلو كالريشن تلاقي فيه نيومرس جرانيوز في السنتر وبتبقى محاطة ب دينس كونكتف ايه دينس فايبرس كونكتف تيشو دينس فايبرس ايه كونكتف تيشو ودي طبعا النقطة برضو اللي فيها ايه اللي فيها خلاف عن التيبي انه حاطة اللي ايه حاطة الليمف نود نفسها بايه الفايبرس كونكتف ايه تيشو بتلاقي فيه برضو على البريفري بتاع الليمف نود نفسها زي ما شاف بالسهم كده تلاقي سمول ييلو راوند بايو جرانيولوماز مع ايه with irregular surfaces are observed in lymph node capsule, suggesting that these lesions extend from lymph nodes to neighboring tissue. أيضا بلاقي فيه ulcerations وندules وبايو جرانيولومة في منطقة الجنجفة اللي هي مثلا زي ما تشاهد كده فيه هنا في الأدين بتلاقي فيه نودولار بايو جرانيولومة أيضا في الأورو فارينكس لدرجة أنه ممكن يعمل مستركشن اللوم بتاع الأسوفيكس يتلاقي فيه نودول وكسباند الأورو فارينكس وتوصع الأورو فارينكس وبتعمله أكسبانشا نتجة كبر حجم هذه النيودول ممكن أيضا يبقى فيه بايو ايه بايو جرانيولومة موجودة في اللنج نفسها إذا بالموناري بايو جرانيولومة أو ممكن يبقى فيجي عندي جرانيولومة في الOrbeital Cavity في الOrbeital Cavity اللي هي إذا ما أنت شافين في الدائرة الخضرة دي أو في البرين مثلاً فيه الـ Black Circle ديًا أيضاً New Formations موجودة في الأيه في الـ Oral Cavity زي ما نشاهد كده located فيه في الأبر جو بول في الأبر جو إيه في الأبر جو بول وكل دول طبعاً أمثلة على الأكتين وباسرلوزيس كل ديًا يعني صور للأكتين وباسرلوزيس لها أصلاً بتصيب الأيه بتصيب الصوفت إيه الصوفت تيشوز طبعاً المرضين دولهم الأكتين وباسرلوز أكتين وميكوزيس It is difficult to differentiate the two conditions especially if not accompanied by other characteristic lesions in tongue or a or maxilla يعني المرضين دول لو أنت ما شفتش الليجون في الـ Advanced Stage في التنج أو في المكزلة اللي هي الجو بول صعب جداً التفريق بينهم يعني لأنها في الأرلي في الأرلي ليجونز بيبقى ما تقدرش تفرق بين المرضين لأنه بيبقوا قريبين أو من بع بيظهر بيظهروا بشكل short like glistening hard projecting nodules عند البريفر بتاع بتاع اللينفنود ودي شيء مميز للمراضين إن هي وجود الندول على البريفر بتاع اللينفنود واللينفنود بتبقى إيه؟ يعني more firm and more fibrous عن الإيه؟ عن التبي يعني دي برضو حاجات بتبقى مميزة ليهم إنهما ممكن تلاقي الندول على البريفر بتاع اللينفنود وفي نفس الوقت تلاقي اللينفنود نفسها more fibrous وفيرمر جمدة ماشي؟ بتبقى اللينفنود إيه؟ جمدة زي ما شايفين كده هنا فيه نديولز في الليفت لهيند ليمب هنا فيه لينفنجايتس في اللينف هيند ليمب زي ما انت شايف في هذه المنطقة طبعا في النهاية اللي بيفرق مرض عن مرض أو بيديني الحكم النهائي يعني هو المايكروسكوبك إيجزامينيشن أو اللابوراتوري عموما إيجزاميشن ففي المايكروسكوبك طبعا إيجزاميشن بتلاقي الأكتينو ميسيز بوفيز بهذا الشكل بينما الأكتينو باسيلس هي أصلا باسيلس فتبقى يعني واخده هذا الايه هذا الشكل الليه الأكتينو باسيلس تحت المايكروسكوب طبعا فيه فرق بينهم طبعا واضح جدا فيه التفرقة بالمايكروسكوبك إيجزاميشن بين التو ايه التو أورجانيزم اللي هم الأكتينو ميسيز بوفيز أو الأكتينو باسيلس لجنريزي أيضا من الأمراض ومن الحالات اللي انت ممكن تشوفها وتتشابه مع التي بي أو تبقى ريبق حالات الباسيلرينيكروزيز في الليفر في الباسيلرينيكروزيز في الليفر بيميز الباسيلرينيكروزيز في الليفر عن حالات التي بي بإن بيبقى فيه ما فيش ليجون في البورتال لينفنون يعني طبعا حالات النكروزيز بتلاقي فيه منطقة كبيرة كده لونها مختلف طبعا عن باقي التي شو فتلاقي فيه لارج فيرم رافلي ويتش شاب نيكروتك ليجون البيز بتاعتها على البريتال سيرفس أوفزا ليفر والنكروزيز طبعا بتبقى بيلرزانزة سيراوندين بيرينكما اللي هي بتبقى أصلا أورنج إيه أورنج براون أورنج إيه أورنج براون طبعا فيه شيء بيميز طبعا حالات النكروتك أو الباسيلرينيكروزيز وجود إيه وجود فيبرس فيبرس هباتيك إيه فيبرس هباتيك كابسول يعني بتبقى زي من شايف كده واضحة البريتال سيرفس بتاع الليبر بيبقى عبارة عن فيبرين فواضح قوي أنه هو مش مش زي الليبر إيه العادي بتلاقي فيه إيه فيبريتك إيه فيبريتك وطبعا طبعا تلاقي فيه إيه تلاقي فيه اللارج نيكروتك فوكس دي بتبقى محددة بكونجيستد مارجنز كونجيستد إيه كونجيستد مارجنز طيب أيضا من الأشياء المهمة اللي ممكن نفر تعتبر تخش في الكونفيوجن مع التي بي حالات الميتاستاتيك إيه الميتاستاتيك سابيرات الفقائي ودي بتتشاف كتير جدا زي في حالات البييميا عيوما عموما يعني البييميا واللي هي طبعا حالات الميتاستاتيك سابيرات الفقائي أو حالات البييميا بنفرقها عن التي بي بغياب absence of causation and calcification في حالات البييميا يعني في حالات البييميا ما يباش أبدا صعب أن أنت تلاقي causation صعب أن أنت تلاقي calcification وفي نفس الوقت برضو بتلاقي علامات أو بريسنس أو سيمتومز أو بييميا السمتومز أو بييميا بيتبان لك وهي اللي بتفرق هذه الحالة عن حالات البوفاين توبر كولوس أمثلة سريعة عند مثلا حالات أبسس أو سابيرات الفقائي في لانج سابيرات الفقائي في الماما تلاقي في نيولز دينس بيرولانت دينس بيرولانت يلو ايه ماتيريال موجود دينس بيرولانت يلو ماتيريال موجود لكن ما فيش كازيش تلاقي في سيبتك فقاي خلال في الكاركس نفسها في الكاركس ايه نفسها اذا من شايف في هذه الاسخل بتشاور على او ريفير تو سابيورة فقاي في الايه في البول هنا عندي مصر بلاقي بالموناري ثرومبو ثرومبو امبوليك ابسس تلاقي فيه بالموناري ثرومبو امبوليك ايه امبوليك ابسس فيه السي والدي تلاقي فيه ايه ابسس فيه الريفت ريترو ماماري لينف نود فيها ابسس فالابسيسياشن عموما في حالات البييميا دي كتير جدا بتشوفها والأبسيسياشن عمور في أي أورجن بيبقى ممكن يخش في confusion مع البوفين توبركولوس حالات الكوريني بكتيريام انفكشن في البج تلاقي فيه تويبركس لايك ليجون فيه الصاب منديبلر ايه في الصاب منديبلر لينف نود او الصاب مكزيلر لينف نود ودي ريكورد في ايه في مصر يعني الليجون بتظهر طبعا بوجود ايه فيه كنك تفتشه حوالين ايه حوالين الليجون فيه كنك تفتشه حوالين الليجون فدي بيميز الليجون عموما اللي هي ان هي مش تي بي ان هي بتبقى ايه يعني ايه يعني ايه بير باي كنك تفتشه فرميش دي مهم جدا ايضا تلاقي برضو حالات الليسبلين او زي ما انت شايف تي بي برضو تي بي لايك ليجون موجودة في الليسبلين تلاقي فيه الافكشن طبعا حالات زي كده يعني كوريني بكتيريا هي يا دوبك بس بتعمل ايه بتعمل ريموفا للأفكتد لينفنود لانت مش هتلاقي طيبيركس لايك ليجون منتشرة قوي يعني في الديفرنت ايه في الديفرنت اورجنز ولكنها مين اللي بتبقى في الساب منديبلر أو الساب مكزيلاري لينفنود وطبعا بيبقى فيه غياب برضو الكازيشن وكالسيفيكيشن دي حالات الكوريني بكتيريام ايه انفكشن في البيج ايضا في حالات البروسيلا سيوز البروسيلا سيوز في البيج واللي هي دايما بتتميز بوجود الجريش وايت او النييرلي وايت أبسيس اللي هي بتبقى موجودة في منطقة الساكرولامبر في الساكرولامبر ايه في المنطقة الخالفية ساكرولامبر ايه ريجن وتبقى موجودةggر في الكركس link فهي دايمان rises للايه للبونز فتلقيها موجودة مثلا في مصورة فيرتبرا في سيركو ثوراك ريجن ممكن تبقى موجودة في الفرتبرا بادي عموما ولكن مين اللي بتبقى في منطقة اساكرولامبر ايه طبعا دايما الليجون بتاع البورسيلا سيوس تبدأ منين تبدأ من intervertebral spaces ثم extend للإيه للبادي نفسه بتاع الفرتبري للبادي نفسه بتاع إيه بتاع الفرتبري طبعا على عكس التيوبركولوس يعني لو لقيت الليجون فيه مسكة منطقة الصاركولامبر ليجون أو الفرتبري منلي ومش موجودة في أي مكان آخر في الفيسرال أورجن فده indication أنه مش ايه مش تبي طبعا من الأمراض أيضا مشهورة والمعروفة اللي هي بسموها nodular necrosis nodular necrosis أو بسموها ايه الروكلز جرانيلوما النودular النودular necrosis أو روكلز جرانيلوما دي بتبقى cheesy necrotic material موجودة في السوبرفيش المسكوليتشر cheesy اهو زي ما انت شايف كده في منطقة التيل بتبقى cheesy necrotic فوكاي في السوبرفيشيال ماسكوليتشر خاصة في منطقة التيل في منطقة التيل طبعا على عكس tuberculosis doesn't involve الفيسرة أو الليمفنود يعني ما بنلاقيش روكلز جرانيلوما أو نوديولار necrosis في الفيسرة أو في الليمفنودز ولكن من اللي بتبقى موجودة فين في السوبرفيشيال ماسكوليتشر وطبعا برضو من المميزات اللي بتميز التي بي انه هو rare جدا ان انت تلاقي التي بي موجود في الايه في المسلز يعني تلاقيه في الفيسرة أورجنز في الليمفنودز لكن صعب جدا انت تلاقيه في الايه في المسلز نفسها ايضا من ضمن كل دول كانوا بكتيريال لا ده احنا عندنا كمان البرازيتك بتخش في الموضوع اللي هي كل دي جينليتة سيستز بقى سواء بقى الهايدات السيستز اللي هي بسمها سيستك اكاينوكوكوزيس او سيستسيركس بوفيس او أوفيس او شتونيكلس او اذر دفرنت ايه سيستسيركاي بتخش برضو في كونفيوجين مع ايه مع التي بي هناخد بس مثال بسيسال بسيط جدا على هذه السيستز اللي هي الهايدات السيستز فيه البوفاين عمومي فبتلاقي في الهيدات earliest ל-Countent نفسه في أي موجود هتلاقي عبارة عن نوع كا زياس أو جريتي سنترز كا زياس أو جريتي سنترز وهذه الكايزيز او جريتي سنترزital автомيالسكويز تقدر تشيرها بسهولة وتسيب مكانها السيستور لبسم مكانها interventionsкой不会 تbit Box uy sz啽ですね شوية النظر پل يفتل إضافة إلى انه لإدفن دعات في الچrai attendنجد كا زوج موجودة في الكوريس بوندromeي دينفنود. يعني انا لو لقيت مثلا هيئات في الليفرد. اجا بص على البرتالين فنود مفيش ليجون. فغياب الليجون في الكورسبوندين فنودز ده معناه انها مش ايه مش 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 تي بيه. وده تعتبر طبعا موجودة في الهايدات ايه? في الهايدات ايه? ايضا من المنوزات الموجودة في الهايدات السيست انتلاقي اللامينيتد كيوتكل المنبرين اللي هو المنبرين الابيض دهو اللي بيسموها اللامينيتد لير في تركيبة السيست نفسها. هذه اللير تلاقيها موجودة حتى لما بيحصل للسيست. تلاقي اللامينيتد ايه? اللامينيتد كيوتكل المنبرين موجودة. اللي هي بتعتبر المنبرين مش اللي هو ده طبعا الاوتر سيرفز تاع الليفر اهو. بعده بيقى في عندي لير هنا اللي هي بيسموها الايه? اللير الخارجية ديان. في هنا عندي بيسموها الايه? اللي بيسموها البرازايت ده من برا هو اول طبقة خارجية بيسموه السيست الخارجية. الطبقة الخارجية للسيست بتبقى موجودة. اللي بعدها اللي هي زي ما انت شايف كده اللي هي الديتاتشت دي. الديتاتشت برا دي دي بيسموها الجير من الليل. لما تشيل الجير من الليل بيبقى تحتها الليل بيسموها الا من نيتد الليل. دي بتبقى موجودة. بتفضل موجودة حتى لما بيسر الديجير نيشن للسيست. وده دليل على ان ديان اصلا تعتبر ايه? تعتبر برضو اهدات السيست. وطبعا الايزلي ريموفنج لهازي الكونتينت بالفرسيبس كده من الداخل دي بتعتبر الدليل على انها برازيتي. ايضا لما تبص تحت الميكروسكوب تلاقي مثلا الهوكلتز. تظهر الهوكلتز بتاعت ايه? بتاعت البرازيتي. ده معنى انه في برازيتي. طبعا دي اشكال مختلفة عديدة للهيدات السيست. ممكن تشوف ايضا ايه تاني? ممكن تشوف حاجة تانية زي مثلا الكالسيريس كورباسلز. الكالسيريس كورباسلز مكونة للنيك اوف زي ايه? للنيك اوف اوف زي ما انشايف كده. دي كالسيريس ايه? كالسيريس كورباسلز. ممكن تبقى موجودة برضو هنا كده. كالسيري كورباسلز مكونة للهيد بتاع الايه? للهيد بتاع التاب وورم نفسها. ايضا بلاقي ان كل الكونتينس الموجودة دي لما اجي اعمل لها ريموفينج تبقى ازل ايه? ازل ريموفينج. حتة الازل ريموفينج دي ده دليل كبير جدا على ان هي برازيتك ايه? برازيتك سيست. عموما يعني. طبعا هذا الكلام اللي احنا قلناه بينطبق على معظم السيستس اللي هي البرازيتك سيست سواء كان بقى سيست سيركاز بوفينج كورباسل او غيره. يعني مش هنكرر الكلام ولكن ايه? ولكن هي الفكرة كلها في البرازيتك سيست نفس الكلام اللي احنا قلناه على الهيداتة بينطبق على باقي السيستس عموما يعني. ده يعتبر اللي ايه? طبعا بنقول عليه دفرينشال دياجنوزيس اللي احنا اتكلمنا عليه ده كل. يعني بيميز بين مرض ومرض مشابه. ولكن الحكم النهائي طبعا بيبقى للمعمل في الآخر يعني. طبعا عادينا برضو من البرازيتك ديزيزيس غير الديجنوزيس حالات اللينجيت ولا سراتة. اللينجيت ولا سراتة زي ما انت شاف كده بتبقى النمفل بتاعتها اللي هي الاماتيور بتاعتها اللينجيت ولا سراتة ممكن تبقى موجودة خاصة في المزينتريك زي ما انت شاف كده دي المزينتريك دي مزينتريك دي مزينتريك بلاك مزينتريك للمفنود هموراجيك مزينتريك للمفنود نورمل للمفنود وكلهم موجود فيهم النمفل ستيج يلوها الاماتيور ستيج بتلاقي بقى اللي بيحصل بتلاقي عندك النمف ده بيبقى حوالي خمسة ميليميتر او فايف ميليميتر لونج ومحاط بجرينش ايه؟ جرينش دي جينيريت ايه؟ ماس؟ هدي السهم بيشير الى ليه؟ الى النمفل ستيج النمف كل دي نمف موجودة فيه رأة ده وليينج فيه المزينتريك للمفنود دي طبعا فرق كبير جدا طبعا لما بيشوف الشكل ده بيبقى فرق كبير عنها عن الايه؟ عن التبي تبي بيبقى فيه كالسيفيكيشن كل ده بيبقى وفيه ديفرنت وفي الديفرنت أورجنز موجودة لكن الفرق هو النمف واضح اللي هو الاماتور ستيج او ايه؟ نجيته لسره في نهاية الامر الحكم النهائي اللي هو بيعتبر 100% هو اللابوراتوري ايه؟ اللابوراتوري تيست ايه اللي بيحصل؟ ان انت اي ساسبكت بوفاين تيوبر كلوزيز ليجون بقى عمل لها سينت سيندنج للابوراتوري عشان نحن نلاقي فور فيرزر تيستنج بساسبكت بوفاين تيوبر كلوزيز ارسنت تو لابوراتوري فور فيرزر تيستنج والمعمل بقى يقول زيز لابوراتوري تيستس كان ايزر كونفيرن او رول اوت الايه؟ البوفاين تيوبر كلوزيز لا اما تقول فيه تي بي او مفيش تي بي وده بيبقى للايه للابوراتوري في النهاية وهو اللي بيحكم في النهاية على اي ديزيز ان هو ده ديزيز فعلا ولا مش هو دي كانت محاضرة بسيطة كده بنعتبر بنجدد فيها التواصل مع حضراتكم يعني في سلسلة محاضرات الميت هاجين فشكرا لحضراتكم على الاستماع وان شاء الله نلتقيكم في محاضرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته